اهلا بكم الجديد سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر مبارح مجموعة من القرارات اللي بتستهدف في الأساس تمكين المرأة في كل المجالات منها بقى طبعا تمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة شركات قطع الأعمال الشركات التابعة لها صحيح كان كمان كان فيه تكريف من سيادة الرئيس للحكومة علشان يكون هناك دعم للبيئة التشريعية البيئة المؤسسية للمشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر الخاصة بالمرأة نتكلم هنا على المرأة الريفية نتكلم هنا على المرأة المعيلة كان فيه أيضا خطاب من الرئيس أو توجيه من الرئيس أو رسائل من الرئيس بحماية المرأة العاملة بضمان حقوقها في مشروع القانون العمل القادم خلينا نتعرف على التفاصيل التشريعية ماذا أراد الرئيس أن يرسل من رسائل خلال احتفالية المرأة المصرية اللي سبقت بيوم واحد عيد الأم النائبة رشعة أبو شقرة عضو تنسائية شباب الأحزاب والسياسين والنائبة بالبرلمان المصري ضفتنا النهار ده في صباح الخير مصر أهلا بحركة دكتورة أهلا بحضراتكو صباح الخير عليكو على كل مصر أهلا بيكي دكتورة دكتورة بداية لما نيجي نقول إنبارح قرارات رئيس عبدالفتاح السيسي كان في حزمة من القرارات كده كلها دعمة للأسرة المصرية وبتصوب كمان في صالح المرأة والرجل والأسرة بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة لو جينا أقول لها رأيك في هذه القرارات أبرزها من وجهة نظر كانت إيه؟ خلينا نبص بشكل عامل أول هو طبعا ده اندل على شيء أو القرارات اللي كانت أمس وأنا الحقيقة كنت موجودة في الاحتفالية وكلنا يعني شاهدنا الإنجاز الكبير لأن القرارات كلها على طول الخط قرارات منصفة للمرأة ولكن ده اندل على شيء بيدل على الاستمرارية إحنا عندنا خطة استراتيجية واضحة حطناها منذ تولي القيادة السياسية ويمكن ده كان لأن القيادة السياسية عندها إيمان بأن إحنا لازم يبقى فيه تمكين للمرأة وأنه مش مجرد شعارات سياسية ولا مجرد كلام على ورق زمان كنا يعني ماشيين في خطوات التمكين دي شوية بخطوات يعني بطيئة جدا حتى إحنا ما كناش حاسين بها إحنا كسيدات ما كناش حاسين بدا المجتمع كله ما كانش حاسس بالخطوات دلوقتي في إيه؟ دلوقتي إحنا بقينا نشوف إن إحنا ماشيين بخطوات أسرع بكتير فبالتالي أنا بقيت أشوف إن الناس اللي في القرى الريفية المعدمة اللي في القرى اللي كانت مهمشة لأ بقوا بيقولوا إحنا بجد حاسين إن فيه جديد حاسين بإنجاز ملامح جديدة بقت في القرى المصرية زي مثلا لو قلنا على مشروع حياة كريمة قد إيه المشروع ده فرق جدا مع المواطن البسيط اللي كان بيته من ريح من طراب أقل شوية مطر ولا هوا البيوت كانت بتقع وكانت بتغرق فدلوقتي بقينا نشوف استراتيجية جديدة ده إن دل على شيء لأ إحنا عندنا فعلا إرادة قوية نفس النظام ونفس السيستم إحنا شايفينه ماشي بخطوات سريعة جدا في مجال تمكين المرأة يمكن لو اتكلمنا بنظرة عامة شوية عن التمكين وخلينا تكلم على التمكين السياسي يعني بما إن أنا أعتبر أنا بشوف نفسي إن أنا مثال للتمكين يعني أنا نموذج حي للتمكين السياسي وتمكين المرأة المصرية زمان يمكن ما كانش عندنا في البرلمان إلا نائبتين فقط وطبعا مع كفاح ونضالات على مدار التاريخ المصري منذ صورة 1919 ابتدى العدد يزيد ولكن برضو مش بصورة كبيرة لما بتدينا نحط كوتا أو وجود حصة تلزم الدولة المصرية بإن لازم يبقى فيه عدد معين يمثل هذا القطاع الكبير من المجتمع وهو القطاع النسائي بالضبط القانون نسبة 25% ولكن طبعا مع زيادة التعينات مية وحاجة واربين أجل اللي أنا عاوز أقوله إن الكوتا في حد ذاتها هي مش ده الهدف يعني ده مجرد آلية علشان نوصل في النهية لمرحلة التمكين وأعتقد إحنا دلوقتي بنسعى لها بصورة كبيرة جدا لأن الحقيقة لازم الناخب المصري يبقى مقتنع إن هو نازل ينتخب الأكفأ مش نازل ينتخب الرجل لأنه هو رجل ولا المرأة أنا مش هنتخبها لأنها يعني إحنا عندنا للأسف ثقافة الشعبية بترصخ للصورة النمطية للمرأة وإن هي مكانها البيت وكده فمحتاجين مغير في الثقافة الشعبية هل تشايف أنا ده لسه موجود أعتقد إن الوضع مختلف قوي خصوصا إحنا أولا مرنا بفترة كده فيها نكسة في وضع المرأة المصرية ولكن الموضوع سرعا ما بعد يعني السنوات لقينا الوضوع تاني مع بداية عهد الرئيسي عبد الفاتح سيسي شفنا الطفرة اللي حصلت شفنا تعيين نائبة أو مستشارة للأمن القومي شفنا تعيين في حقيقي على المستوى التنفيذي وعلى المستوى القيادي أنا بتكلم إن إحنا لازم يبقى فيه مواكبة كمان على المستوى الشعبي على المستوى الثقافي عند المجتمع لازم يبقى المجتمع نفسه شايف إن أنا نازل أنتخب مش وفقا للجندر أنا نازل أنتخب وفقا للأكفأ مين الأكفأ بقى رجل أو مرأة هنا مش هتفرق بالمرأة عملت إيه في آخر برلمان عندنا قوانين زي الأحوال الشخصية عندنا قوانين متعلقة بالعمل عندنا قوانين متعلقة بالمساواة ما بين الرجل والمرأة في الحصول على الوظائف ماذا فعلت المرأة المسلية في آخر برلمان أو في آخر نسخة حتى تمكن المرأة المصرية من ما توليه والله إحنا عندنا أي ممكن أول قانون اشتغلنا عليه أول ما دخلنا البرلمان كان القانون الخاص بتغليز عقوبة ختان الإنس وطبعا شغالين برضو حاليا على القوانين الخاصة بمنع زواج الأطفال يعني قضايا وموضوعات كتيرة جدا مش عايزين بس نقتصر قوانين المرأة أو مشاكل السيدات في بس قانون الأحوال الشخصية وطبعا لأن ده الحقيقة أنا مش بشوف أنه هو قانون يخص المرأة وحدها وبيخص الأسرة الأسرة بالزبط كلها فآه ده محتاج مننا تركيز كبير جدا ومن شاء الله لما يتحل البرلمان يتبقى فيه مناقشات كتيرة وأنا بشوف أن دايما أي حاجة بتمث المرأة أكتر حد يقدر يعبر عنها وهو لامس مشاكلها فعلا هي المرأة برضو فوجود هذا العدد وهذا الكمل كبير من النائبات في مختلف المجالات ومختلف التخصصات ده الحقيقة بيسري كثيرا الحياة النيابية وبيخلينا نتكلم في موضوعات كتيرة قوية يعني لو مثلا حضرتك كنت ذكرت في بداية كلامك السيد الرئيس تتكلم فيه الخاص بتمثيل النساء في مجالس الإدارات أنا بالفعل كنت متقدمة باقتراح في شهر عشر اللي فات بإلزام كمان إحنا شايفين آه إحنا عندنا دلوقتي في إلزام لمجالس الإدارات على المستوى الحكومي لكن أنا كمان أتقدمت باقتراح أن يكون في إلزام للقطاع الخاص أن المرأة تمثل في مجالس الإدارات في القطاع الخاص أيضا لأن إحنا برضو يعني إحنا عندنا القطاع الخاص مجال كبير جدا فيه عدد سيدات كبير جدا ولكن مش واخدين فرصهم دايما منحصرين في مجال المحاسبة مجال الموارد البشرية ما بيشتغلوش في الحاجات اللي بتطور قدراتهم ومهاراتهم عشان توصلهم للمناصب الإدارية العليا فلازم دايبتدي من بدري قوي فأنا شايفة أنه برضو مش حيجي غير بالإلزام وبتفعيل القانون في هذا الشأن كان بالفعل تم إطلاق يمكن في عام 22 مبادرة جيزة التميز الحكومي لعدم أو لتكافؤ الفرص بين الرجال والمرأة أو كان يمكن من شروطها تكافؤ الفرص الاستدامة ودي يمكن الأهم أو الأهم في اختيار الموضوع أنه إحنا ما تبقاش بس خدنا الجيزة فحنة كده تمام وخلاص لا الاستدامة في أن السيدات تاخد فرصها في الترقي هنا بنخرج بقى من قصة أنها بترقى لمجرد أنها سيدة أو لكوتة زي ما حالك بتقولي لتأهلها وتركح في مجال العمل إثبات قدرتها إذا كانت مؤهلة تتقي إذا لم تكن مؤهلة تتوقف وتعيد تأهيل نفسها بالضبط ويمكن عشان كده سيادة الرئيس ركز قوي على الجزء الخاص بالتدريب لأن إحنا من غير التدريب ومن غير ما إحنا نسق المهارات النساء في مجتمعنا مش هنوصل لحاجة آه عندنا ناس عندنا في مجال خبرات واسعة جدا جدا في كل المجالات إحنا بنشوف يعني المرأة محققة نجاحات في كل المحافل الدولية مش هنرفع بلدها وفي إقليميا كمان في حاجات كتيرة جدا الحمد لله تتقلد مناصب كتير مهمة ولكن ده مش هيتم ومش هيتطور أكتر إلا مع أن إحنا نمسك الأجيال الجديدة ونبتدي نرسخ عندهم سيدات يا قدنا المستقبل بالضبط وأنا بشوف الحقيقة المجلس القومي للمرأة في الجزئية دي تحديدا يعني عامل مبادرات حلوة جدا وقوية وأنشطة كتير وكمان مركز قوي على السيدات في القرى والريف وده الحقيقة الجزء اللي إحنا محتاجين فعلا نأكد على الرائدات الريفيات يعني ليهم دور مهم جدا في مجتمعاتهم لازم نديهم الفرصة أن هم يقودوا هذا المجتمع وياخدوا فرصتهم لأن إحنا عندنا يعني مواهب كتير مدفونة في القرى المصرية للأسف إحنا مركزين دايما على القاهرة إسكندرية يعني على المحافظات الكبيرة وشوية ممكن ما بقاش إحنا كنا متعودين لكن إحنا ما بقاش أنا بتكلم على يعني حقب قديمة لكن دلوقتي الحقيقة بقى فيه يعني فرص كتيرة وفيه طرق أبواب كمان بيتم من خلال وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة وبيشوفوا يعني الكوادر المستخبية دي وبتدوا يعني زي الجواهر كده المدفونة اللي بيلمعوها عشان يطلعوها للنور فالحقيقة يعني شفنا كمان مبارح في الاحتفالية نماذج فعلا مبهرة يعني يعني أذكر السيدة لتخططت عمرها التمانين وقدرت أنها كان عندها حلم وطموح أنها تمحي الأمية ودلوقتي ابتدت كمان تعلم أطفال قريتها فما فيش فعلا سقف للطموح عند السيدة يمكن علشان كده يعني عندنا دايما أشوف أو أنا متحيزة للسيدات أننا دايما عندنا القدرة أننا نحلم ونوصل لطموحاتنا يعني الحمد لله إنجازات كتيرة قوي بتتحقق على يد المرأة دوليا المرأة هي الأقل الأقل فسادا فبالتالي هي الأقدر أن هي تمسك شركات وتمسك مناصب إدارية عليا فده الحقيقة خطوة مهمة في إحصائيات دولية بتقول أن المرأة هي الأقل فسادا صادرة من مين فندر؟ نعم صادرة من مين؟ حسنك معترض من الأمم المتحدة لا أنا بسأل توفيقا يعني دي إحصائيات معروفة جدا في الأمم المتحدة أن المرأة هي الأقل مشاركة في الفساد وعلشان كده يعني بتبقى ناكحة جدا لما بتتولى مناصب عليا ومناصب قيادية مهمة طيب حالك من الرائدات الرفيات خلينا نتكلم على اختيار المرأة في مجالس الإدارات إمتى أقدر أقول أن أنا أجيب شخصية يعني أنا عندي هدف اللي هو تمكين المرأة طيب تمكين المرأة ده كيف يتم بناء على أساس يعني يفيد الشركة ويفيد مجلس إدارة الشركة سواء كان الشركة من شركات القطاع العام وفي نفس الوقت يمكن المرأة يعني نضرب عصفرين بحجر بدل ما يبقى مجرد تمثيل من مجرد تمثيل طبعا تهيئة البيئة الأمنة البيئة الملأمة محاربة كل ما هو سلبي يقضي على طموحات المرأة تهيئة كل الظروف التدريبات المستمرة سواء فيه على المستوى الحكومي أو على المستوى القطاع الخاص تنمية تنمية مهارة السيدات في كل المجالات أعتقد ده يعني هيعمل لنا قفزة كبيرة جدا في ترقية السيدات في الشركات وفي القطاع الخاص أو القطاع الأعمال أو القطاع العام وده الحقيقة يعني هيديها فرص مهمة جدا تقدر من خلالها أن يتحقق النجاح للمنظومة ككل ويعني أعتقد المرأة لو قدرت أن هي فعلا تثبت نجاح ده فده هيدي أمل كتير جدا لكتير قوي من الشابات والخرجات يعني إحنا عندنا دلوقتي نسبة كبيرة قوي إحنا كلنا الحمد لله يعني ما عندناش نسبة التصارب من التعليم بقت قليلة قوي وتقريبا يعني عندنا عدد كبير قوي من الخرجات على المستوى العالي وكمان على المستوى الماجستير والدكتوراه يعني عندنا القاعدة زادت قوي ولكن أنا بشوف أن إحنا لو كل ما نجحت المرأة في المهام العملية لأن طبعا عندنا نسب بطالة برضو عالية مش لازم ننكر ده يعني ولكن مش عايزين بس نعتمد على أن إحنا دايما يبقى الشغل في القطاع العام لأ عايزين كمان ندي توعية كبيرة لكل الشابات أن فيه حاجة اسمها ريادة أعمال فيه أن إحنا ممكن نعمل مشروعات خاصة بينا ونقدر أن إحنا ننجح في ده قوي فده هيدي طموح وهيبقى حافز كبير قوي لكل الأجيال اللي طالعا بعد كده في أن هي تنجح وتوصل لنفس الهدف يعني حتى عندنا عندما بننزل مثلا في دوائرنا والدوائر خاصة الدوائر الشعبية لما بنشوف لما بيشوفوا أن مثلا فيه نواب شبات أو في سن صغير قدروا أن هما يوصلوا لمكانة سياسية مرموقة في المجتمع قد إيه ده بيديهم حافز أن هما عايزين يقبوا أحسن وإن شاء الله دايما نتمنى أن كل ويبتدوا يشتغلوا على حفزهم ويتغاروا من أدواتهم ويستفيدوا من الخدمات والمنح المقدمة للتطوير في الأداء سعداء جدا بوجودك معنا النائبة الدكتورة رشا أبو شقر عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسية نورتين أهلا وسلم شكرا شكرا